أفض مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي أمين الوزاني إغراءات الاتحاد الجزائري لضمه إلى صفوف المنتخب الأولمبي الجزائري وحاول الاتحاد الجزائري إغراء اللاعب المغربي أمين الوزاني ومن بينها وعده باللعب مع المنتخب الجزائري للكبار لتغيير جنسيته الرياضية من المغربية إلى الجزائرية وحسب المعطيات المتوفرة رفض مهاجم المنتخب الوطني الأولمبي أمين الوزاني كل هذه الإغراءات مؤكداً أنه اختار حمل القميس الوطني المغربي رغم أن والدته جزائرية وكان مهاجم المنتخب المغربي الأولمبي أمين الوزاني قد تلقى اتصالات رسمية من قبل منقب الاتحاد الجزائري لكرة القدم بفرنسا من أجل إقناعه بتغيير جنسيته الرياضية من المغرب إلى الجزائر غير أنه قابل ذلك بالرفض القاطع مشيراً إلى أنه مرتاح باللعب للمنتخب المغربي والقرار الذي اتخذه لرجعة في مضيفاً أنه يحلم بالانضمام لمنتخب كبار المغرب والمشاركة معه في التظاهرات القارية والعالمية المقبلة وكان أمين الوزاني أحد العناصر الوطنية الفعالة التي ساهمت بقوة في تتويج المغرب بكأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة التي نظمت بالأراضي المغربية خلال الصيف الماضي وضمن من خلالها التواجد مع أشبال الأطلس في الألعاب الأولمبية ببارس منتصف السنة القادمة وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم يلعب ورقة المنتخب الأول بهدف إقناع أمين الوزاني بتمثيل الخضر بدلاً من المغرب وهي نفس الخطوة التي اعتمدها الاتحاد الجزائري حينما أقنع نجم الميلان إسماعيل بناصر باختيار تمثيل الجزائر وتجدر الإشارة إلى أن مهاجم نادي غاندو الفرنسي أمين الوزاني لديه أصول مغربية جزائرية من أب مغرب ومن أم جزائرية